خصصت الحكومة اليونانية ما يقرب من 4 مليار و 340 مليون يورو للإجراءات التي تهدف إلى دعم الأسر وشركات لمواجهة أزمة الطاقة والضغوط التضخمية المتزايدة هذا العام وتوقعت وزارة المالية اليونانية توقعت تدابير بقيمة 3 مليارات و 610 مليون يورو لدعم الكهرباء والغاز الطبيعي و 324 مليون لدعم الأسر المتضررة و 130 مليون يورو لدعم مشرائة الوقود و 90 مليون يورو لدعم زيت التدفئة